موسيقى 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 مرحبا حضرتكم من جديد في رأي عام رغم انه الدين الحنيف يؤكد ان الطلاق ابغض الحلال الى الله وان الاعراف الموروثة ترى انه اي الطلاق اسوأ ما يصيب الاسرة من اذى فان ذلك لا يمنع ان تتزايد حالات الطلاق في المجتمع المصري حتى انه في بعض التقارير بتقول انه عدد المطلقات في مصر اكتر من مليونين ونصف المليون الازمة الاكبر انه الانفصال الذي يستتبعه مشكلات وازمات يعني تبعات الانفصال كيف يمكن ان يتم الانفصال بشكل انساني بشكل صحي بحيث تكون اضراره اقل ما هو الطلاق الحضاري هذا ما نحاول معرفته في هذه الفقرة مع الدكتور مجد عشور اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك اهلا بحضرتك طيب ايه هو الطلاق الحضاري المصطلح المصطلح هو جميل هذا المصطلح انه انه يكون في طلاق ده حاجة مش كويسة لكن طلاق حضاري ده كويس طبعا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام وعلى سيدنا وعلىنا رسول الله وعلى آل وصحبه وعنولاه اي علاقة فيها طرفين عندنا في الشريعة وفي التراث الانساني وعلى وجه الخصوص في الشريعة اذا تحققت فيها الاركان والشروط في اطار من الاخلاق تكون حضارية الطلاق من هذه انجاز التعبير من هذه العقود اللي هو بين الراجل والسيد العلاقة الثنائية يكون حضاري امتى يبقى المعاملات البيع والشريعة حضارياتك لو في حد هيسلف حد لو في حد هيتعم حد بشراكة الزواج الطلاق ان حقق الشروط والاركان هذا الشيء ونتعامل بمنظومة الاخلاق كده بقى اسمه حضاري الطلاق بقى الحضاري هو ان نراعي الله عز وجل ونراعي الراجل او نراعي السيدة المطلق او المطلقة في حدود الاركان وشروط الطلاق ومنظومة القيم والاخلاق ومن هنا بنقول الطلاق الحضاري او الامن او الصحيح او الانساني هو الذي يكون فيه الزوج يتعامل مع الزوجة والزوجة يتعامل مع الزوج كانسان كفي عشرة سابقة كان فيه مودة ورحمة يعني لا يكون هناك عنت ولا يكون هناك تصيد وترصد ولا يكون هناك انتقام لان فيه سور كتير هنذكرها ازاي نخرج عن الطلاق الحضاري فبنقول لذلك القرآن بيجي صريح يقول الطلاق مرتان فامساكم بمعروف او تسريح باحسان شوف بيكلم كلمة احسان احسن طلقها باحسان ايه هو الطلاق باحسان الطلاق الثالثة مثلا او غيره ان انت بتطلقها بمنظومة او القيم اللي احسان اللي ايه حتى لو اساءت اليك احسن اليها حتى لو زوجة اساءت احسن اليها فلذلك قال ايه فامساكم بمعروف او تسريح لو طلق باحسان شمعنى كلمة الاحسان ما قالش بعدل قال باحسان ليه عشان العشرة التي كانت قبل ذلك بين الزوج والزوجة يبقى من هنا الطلاق الحضاري نستطيع ان نعرفه هو ان تتعامل مع هذه السيدة التي كانت زوجتك واما ابنائك قد تكون كذلك او هذا الرجل الذي كان زوجي او ابو او ابا ابنائي بهذه الطريقة يبقى طلق حضاري نعرف حدود الله بعد الطلاق او حد يفتكر احنا بيكلم في المسألة ليه خاصة في اولاد او في متعلقات مالية فاحنا او حد يفتكر الطلاق بينتهي او العلاقة بتنتهي باللفظة الطلاق بين اللفظة انما العلاقة بين الرجل والستة يعني انتقي باللفظة يعني انتهي باللفظة ابدا او تنتهي باللفظة ابدا ليه لو في اولاد او متعلقات مالية بيقولوا دخلوا حسن الخلق في هذا الامر عشان كده سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اتكلم في الحديث عن سيدنا معاز بيقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان احب الاشياء الى الله العتاق العتاق يعني ايه كان زمان يعتق رقبة يحرر الناس من ال يكونوا عبيد يخلوهم احرار فقال ان احب الاشياء الى الله العتاق وان ابغض الاشياء الى الله الطلاق لذا لك العلماء بقى يشوف خدوا بحتة دي مفهوم لطيف وحضاري قالوا بحيث انه لو قال لعبده يعني انه وقال له ساعتقك ان شاء الله قالوا يعتق ما وفي استثناءه قالوا يعتق ليه لان ربنا بيحب العتاق ولو قال لمراته يعني سأطلقك او انت طلق ان شاء الله قالوا لا يقع ليه لان ابغض الاشياء الله فمشي عاوزينه يقع وخاصة انه علقوا بالمشيئة فهين الطلاق الحضاري اللي الزب يحافز على المطلقة بتاعته المطلق يعني حافز على المطلقة وحقوقها وعلى حقوق ابنائه كما ينبغي ان يكون رجل طيب في بعض الحاجات الغريبة اللي احنا بنشوفها دلوقتي في المجتمع وعلى انتشارة السوشال ميديا وكده انه في واحد مثلا كتب لمراته على فيسبوك انت طالق حكم الشريعة فيه لا حكم الشريعة الكتابة في الطلاق يكون تكونوا كناية بمعنى ايه لازم نسأله نيته ايه بعضهم بيهزر على فكرة بعض الناس اللي يزالوا لا انت طالق تيجي تكلمه لا يعني لا بيكون جد او بيعطلها اسميس مثلا يقول لا انت طالق هنا لازم نسأل عن نيته ولازم نسأل عن حالته ايه وممكن يكون كلمته ومع زر يعني اساءة لي جدا في التليفون فرح قافل التليفون او على الاسميس او الواتساب رح بيغلي من جوه وكتب لها ان انت طالق هنا هنسأل عن النية واحواله عمل ايه ساعة النطق بالطلاق او كتابة الطلاق عشان كم يقول ده كناية لابد ان نسأل وده اللي في دار الافتة بيحصل وعند العلماء بيحصل ان احنا بنحاول ان احنا نعرف بالزبط ايه اصده ونيته ايه احواله حال نطقه بالطلاق او كتابته بالطلاق طيب في واحدة يعني اعلنت اعجابها على السوشال ميديا بواحد يا متزوجة جزها شاف ده قالها طب وانت طالق برضو هنا ردود الفعل هو لا انت طالق انت تقصد الطلاق بمعنى التسريح او الفراق انا معرفش حاجة قد الطلاق لان لما شاف حد حضرتك من اقول لما واحد يشوف زوجته ناس الله العافية جميعا ان هي بتتكلم ما واحد كده بيغلي من جوه وانا قلت حرة قبل كده بتفرق من واحد حضري لواحد قروي لواحد صعيدي فتلاقي انه بيغلي من جوه فلما يغلي من جوه يعني عاوز يقصر الدنيا ازا بقوله كده فاحنا بنعرف دي اه حالة الغليان دي حدث عنده نوع من الغضب الشديد الذي قد يكون فيه اغلاق فنحقق معه الطلاق يقع او لا يقع ليه لانه ده حكم الشريعة كده لانه لا طلاقة في اغلاق والاغلاق ده هل هو درجته متفاوت من حيث ادراك واملاك الكلمة املكها في كتابتها او في نطقها والادراك انا حاسس باللي بيحصل او لا بيش حاسس لان كتير منهم بعد ما بيكتب كده او بعد ما يتلفز بيندم وبعضهم جنة وهو بيبكي فده لا يقصدوا الطلاق بدلالة هذا الاثر اللي انا عيط او بكى او انا مش عافعيش من غيرها طيب البعض بعض الازواج والزوجات برضو بعد ما يحصل الطلاق يبتدوا يعني يشهروا ببعض على مع الناس على مواقع التواصل الاجتماعي شرع بيشوف ده ازاي بيشوف ان هو كذب لو كان كذب او حتى غير الكذب يعني لو زوجته او زوجها اللي كان زوجها في صفة سيئة عتشهرة عنه لا يجوز لها شرعا ان تشهره ولا يجوز له شرعا ان يشهر هذا بل عليه الستر في هذا الامر لو كان امر سيء احنا عندنا عدة نقاط بتحصل في الطلاق غير الامن غير الحضاري منها ودي اللي عاوز انبه لها جدا ان بعض الازواج بدولا مش قليل يروح مطلقها شافة ويه وما يروحش يوثق الطلاق يقول ليه بقى وبعد ما يعرفهاش او يقول لها انا مطلقك شافة ويهو ومش هوثق الطلاق عشان مش يطافي تعملي حاجة ايبا هي لا زوجة ولا هي مطلقة تروح تجوز حد تاني او حتى تستريح نفسيا فبنقول له هذا الزوج اتقل لها عز وجل ويجب عليك ان توثق الطلاق ليه لتعطي هذه المرأة حقها تتزوج من تشاء او على الاقل تعرف ان هي مطلقة انما يا زوج تطلقها شافوي او ان انت متعرفاش بالطلاق عشان تعذبها وتفضل تسيبها كده كالمعلقة زي البيت الوقف يزيبوله كده ده من اكبر الاشياء الى بعد الطلاق طيب فكرة الطلاق الحضاري برضو البعض احيانا بيشوف انه لا انا مش هطلق هعيش مع امراتي علشان اولادي تحت سقف واحد بس منفصلين ايه حكم الشرعف ده هم لو يعيشوا المهم ان دولهم بعد الطلاق والعدة انتهت لو طلاق راجعي او طلاق بائن بائن بيننا صغرى هنا بقت اجنبية منه بقت اجنبية منه هتعيش اجنبي هو ابو ولادها بس بالنسبة له هو اجنبي لا يجوز ان يجلس معها في خلوة عيالها كبار وهو واخد مكان وهي واخد مكان والاولاد موجودين طول الوقت او لازم حدي موجود خلاص وهي يعني محتشمة وهي متحفزة يعني اتعامله كغريب طبعا اتعامله كغريب من حيثه هي لانه غريب بالنسبة له ممكن تسيبه وتتجوز يبقى غريب انما لا انسى ان في طرف تالت وهم الاولاد لازم احافز على هذا الرجل لحق هؤلاء الاولاد ولذلك بنقول له ايه وعد ضيق من ضمن الطلاق غير الامن برضو اللي هو الحضاري عكسه ان الرجل يهرب من النفق على الاولاد وما ينفقش ده برضو طلاق غير امن وطلاق ظالم من الزوج طيب فيه بعض بيطالب او بينادي بضرورة حصول يعني موافقة الزوجة على الطلاق يعني ماكنش بارادة منفردة من الزوج لا ده دي كان في قول تلع كده انما احنا الاصل سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال الطلاق لمن اخذ بالساق هو للرجل لذلك الست يعني لا تدخل في هذا الامر طلاق ما احنا اتجاوزوا جواز عادي وبعد كده ييجي فالطلاق يقوم بيد الرجل وده بيد الرجل ودلوقتي العملية توازنت بس برضو الطلاق غير الامن او غير الحضاري ان الزوج يلجئها ان هي تخلع نفسيها عشان ميداش حقها ده برضو طلاق غير امن وغير انساني وغير حضاري انما يطلقها وطلاق ما مش قادر بالأول يطلق يطلقها بس يعطيها حقوقها الكافية وبعد كده ينفق على اولادها وبعد كده لا يشهر بها ولا تشهر به وبعد كده يشوف اولاده وبعد كده ما يخوفاش على اولادهم في حضانتها كل ده تحقيقه يعني يجعل الطلاق طلاقا حضاريا او طلاقا امن ولا ضرورة لموافقة الزوجة اذا ما اتخذ القرار ولا ضرورة لموافقة الزوجة طبعا لان الزواج ده الطلاق ده للرجل فقط طيب عندنا بعض الاسئلة كالعادة يعني في الحلقة نشوف مع بعض خصوص القرود اللي بتقدمها الدولة في تمويل العقار تحديد هذا القرد الفايدة اللي عايدة منه هل دي ربوية ولا اعتبر كده انا المال او الشقة او البيت اللي انا باخده كده اه يعتبر مكتسب ليه من مال ربوي ولا اه انا ما عنديش باخدهنا اللي انا اشتري كايش وفي حاجة اللي انا اشتري شقة برضه طلاق دلوقتي بيقع كتابي ولا شفوية لازم يكون كتابي ولو اتعامل في حالة شفوية يقع ولا ما يقعش دلوقتي لو انا عندي مثلا ابن توفى وبابا ما كانش حادر تفنته او اي حاجة وطلبنا منه ان هو مثلا ايه يعني كان مريض وان هو يصرف عليه او يجيله او كده ومعاملش حاجة زي كده عقابه عند ربنا فيه يعني حيونات زي الكلاب وحاجات زي كده بتعرض من وقت الالتاني للاطفال وبتأذيهم فهل التعامل معاهم عن طريق مثلا ان احنا هنتخلص بينهم بسمة او حاجة زي كده ده جوش شرعا ولا حروق نرجو من فضيلاتكم التوضيح بحقيقة الزواج العرفي الصحيح كالعادة كل سؤال من دول عيس حلقة نحاول كده بسرعة القروض اللي بتقدمها الدولة في تمويل العقاري طب انا قبل بس ماقول احنا قلنا الاصل ان الطلاق بيد الرجل هو الذي يطلق الا اذا كان طلاق على مال فهنا لازم الزوجة توافق لانها هتتنزله على الابراء يعني او على مال هتتنزله فهي لو ما تنزلتش هي مش موافقة طلاص مباش على مال هو يروح يطلقها طلاق تاني اللي هو تاخد حقا كاملة فالزوجة تكون لها يد في الطلاق فقط لما يكون فيه مقابل هنا المال اللي هو في الابراء سواء الابراء التنازل او على مال هنا الدولة بتدي احنا بنقول الدولة ما تدي وتاخد فايدة خمسة في هذا يعني تمويل المشروعات وغيرها والاسكان الراجل بيقول انا في حاجة الى هذا الام قولنا ترامى ان الفلوس بتروح لمشروع احنا عندنا بتروح لسلعة او تروح لخدمة او تروح لمنفعة تخرج شبهة الربا ليه لانه اذا توسطت السلعة فلا ربا نعم جميل الطلاق بيقع كتابي ولا شفوي لازم يكون كتابي ولو تعمل في حالة شفوية يقع ولا ما يقعش احنا اللي ماشيين في الاتفاق لامة الارباعة ان الطلاق الشفوي يقع بس عندنا حيطة مهم لانا قلتها بقى اللي الزوج بيتعب ستي فيها انه لا يوثق الطلاق فحقوقها الضيع هي واولدها فنقول ان هو يأثم شرعا من لم يوثق الزواج يأثم شرعا خاصة في هذا الزمان لانه يسبب ضياع حقوق الزوجة وحقوق الابناء طيب الجواز العرفي الصحيح ازاي احنا عندنا مفيش حاجة الجواز العرفي اللي هو متعارف عندنا مفيه انا واحد جواز كتير فيه جواز بيجي يقول ايه انا وهي وهابته كنفسي وقبل اتنين قوله ده جواز مش نافع اصلا او اتنين مش نافع مش نافع طبعا لاني على الاقل على ماسل بابو حنيفة بيقول يكون فيه عقد يعني صيغة يجابه قبول ويكون فيه رجل وست ويكون فيه شهود عشان اشار الزواج ده اقل حاجة ويكون فيه كفاءة بين الرجل والست عشان خاطر ولي الأمر للست دي لو لا انه مفيش كفاءة له ان يطعن في هذا الزواج بعد ذلك خاصة اذا كانت المرأة يعني المرأة او البنت مش كبيرة لكن لو مثلا اتنين كل واحد عنده تلاتين سنة مثلا هي تلاتين سنة وهو خمسة وتلاتين سنة وجابه اتنين شهود صحابهم وقالت له انا وهابتك نفسي وقال لها انا وهابتك طب اذا كي احنا في الوقت عملين نعمل مشكلة عشان الطلاق الشفوي والطلاق الكتابي نروح نتجوز كمان من غير من نوسق نعمل مشكلة اكبر بغير التوثيق غالبا تضيع الحقوق فعشان كده الزواج العرفي لا يوثق فبتضيع الحقوق بين هزين الرجل والست لانه ما كتبوش حاجة طب اقدر انه جيه ولد اقدر انه فيه ورث اقدر انه داخل خارج على الست حاجات كتيرة فبيعرفوش ماما بيكتبوا عند محامي كده ماما بيكتبوا عند محامي الناس اللي سكنة هاعرف ازاي ان ده زوجها او بالزوجها ما يعرفوش انما لما بيكون فيه اشهار والاسرة موجودة وبدخلوا العروسة وكده فانا بقول اهم حاجة في الكتابة في الزواج والطلاق من اجل حقوق الزوجة على وجه الخصوص لا تضيع وان جاء ابناء بعد ذلك لا تضيع حقوقهم مهم يعني الجواز العرفي حرام الجواز العرفي اه طبعا لانه مخالف مخالف لي المزاهب التلاتة اولا مزاهب يا ابو حنيفة وله تطقيقات فاحنا هنا بنقول لا احنا بنقول حرام لما يترتب وعليه من اثار سلبية بتضر الاسرة خاصة الست يعني هو مش جواز مش جواز شرعي انا قلت جواز شرعي عندي ابو حنيفة ولكن نظر الحاكم دلوقتي لما ييجي او الفقه عندينا حاجة اسمها مقالات الافعال اشوف الفعل المباح ده حتى لو كان مباحا مثلا يعني هيروح ايؤدي الى اضرار اقول له بلاشي المباح ده مش هينفعله اقول له حرام لغيره مش لنفسه لذاته حرامه لغيره لانه هيؤدي الى اضرار لاطراف هذا العقد طيب السيدة اللي هي سألت بتقول لو كان يعني عندي ابن وتوفى وبابا ما كانش حضر دفنته وطلب ده منه ما يصرف عليه لما كان مريض ما كانش بيسأل عليه عقب ده عند ربنا ايه عقبه شديد ده من اسوأ الاشياء ان الاب يتخلى عن ابنائه مش في النفقة بس احنا برضو من ضمن الاشياء اللي غير حضرية في الطلاق الحضاري او الامن ان الاب بفاكر انه نفقة بس لا ده انت ترعي ابنك في التربية وفي المدارس وفي النادي وفي كل حاجة طالما انت تستطيع هذا يبقى هنا كمان ما بينفقش الحاجات الاساسية يبقى ده يأثم شرعا لان سيدنا النبي سيقول يقول لكم راعي ويقول لكم مسؤول عن رعياته الولد ده مسؤول من رعيتي للراجل وسيدنا النبي سيقول كفى بالمرء اثما ان يضيع من يعول لو ما انفقش عليه هيضيع مين اللي ضيعه ابوه اقرب الناس لي طيب السؤال اللي كان الاستاذ اللي سأله قال انه في حيوانات زي الكلاب الضالة كده بتكون في الشوارع بتعضل الاطفال هل يعني يقوموا بالتقلص منها عن طريق السم ولا لا احنا هنا زي حرك بنمشي يعني ايه بنمشي جراديوالي او تدريجيا ليه احنا بنحترم الانسان ثم بنحترم الحيوان وثم دي مقصودة بالترتيب بمعنى اذا تعرضت حياته الانسان او امن الانسان مع هذا الحيوان نقدم امن الانسان وحياته على هذا الحيوان فلذلك لو هو مسعور كلاب المسعور وكده وبيجي اسئلة كتير في كده بزداد في حتة النائية فبيجوا او حتى من غير النائية بينزلوا في مطق جديدة بينزلوا وقولوا كلاب كتير واحنا خايفين والاولاد بيروحوا المدرسة بينقولهم بلغوا الجهات المختصة تقوم بهذا ونبلغ مرة واثنين وعشرة ليه دي شغلتهم مش شغلتنا حتى في المرة في المرة في المرة في المرة في المرة أنا بقول للناس كل اللي في الحي يهبوا على هذه الكلاب مرة واحدة ويخوفوهم عشان يمشوا من المنطقة هيروحوا من المنطقة تانية يمشوهم من المنطقة تانية يمشوهم أنا مش عاوز اذهب لقتل الكلاب مرة واحدة لاني سيدنا بيستطيع ان الكلاب امة من الامم احترام امة من الامم فأنا بقول نمشي بالتديج ده لو وصل الأمر وتعين وما فيش جهاد تحكم بكده ولا بتاع وخلاص هيؤدي بخطر وضر على حياة الإنسان يبقى هضطر إن أنا ما معلتش أمشي ولا هربه ولا أعمل أي حاجة هضطر أعمل كده ومعذبوش لا أعذبوه قتل رحيم يعني قتل رحيم أي شيء بس ما يكونش قدامي حيلة بعد كل اللي أنا قلته ده إلا هذا الأمر حتى نحافظ وحتى نقوم بفقاء بخلق من خلق الله وهو الحيوان أو الكلام فأشكرك شكرا جزيلا فضلت الدكتور مجد عشور ونلتقي مع حضرتك في حلقة مقبلة بإذن الله بكده تنتهي حلقة النهاردة من رأي عام نشوفكم بكرة بإذن الله شكرا